عبر الأقمار الصناعية مباشرة ينضم لنا من درعة مراسل أخبال محمد الحوراني في درعة وفي ريفها محمد مساء الخير أهلا بك معنا ما بين القصف إذن وبين الاشتباكات على الأرض في درعة البلد كانت الأحداث كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية ماذا جرى بالتحديد؟ نعم خديجة مساء الخير كما ذكرت أنه كانت هناك محاولة تسلل قوات النظام باتجاه المنشية لقضب مزيد من المناطق التي كانت تسلط عليها سابقا وقد تمكنت المعارضة من استعادتها ضمن معركة المنطقة المذلة الجدير بالذكر أن القوات النظام قامت بخرق الهدنة أو خرق اتفاق أستانا وهو نص على تخفيف التصعيد العسكري في المناطق الأربعة والتي كانت بينها محافظة درعة كانت خرق اليوم واضح جدا لقوات النظام حيث تم استندفع درعة البلد براجمات الصواريخ وصواريخ الفيل أيضا بالتزامن مع قصف مدفع عنيف على حيات درعة البلد ومحاولة تقدم إلى حيئة المنشية مما دفع غرفة عمليات البنان المرسوسة المنظوية تحتها عدة فصائل معارضة من التصدي لقوات النظام والميليشيات الموالية له من ميليشيات حزب الله لبناني وأيضا ميليشيات إيرانية أخرى في منطقة سجنة وفي منطقة درعة المحطة تمكنت فصائل المعارضة من استهداف مواقع للنظام في منطقة سجنة وتم تدمير عدة آليات لقوات النظام بالإضافة ما تزال اشتباكات حتى هذه اللحظة مستمرة ما بين فصائل الجباة الجنوبية المنظوية تحت غرفة عمليات البنان المرسوس وأيضا قوات النظام جديد بالذكر خديجة أن أحياد رابرة يخلي من السكان كان السكان لا يثقون بالتزاب النظام بهذا الاتفاق فلم يعودوا لمنازلهم ويبدو أنهم أصابوا لهذه المرة فالنظام لم يلتزم بالهدن السابقة أو بالاتفاقيات السابقة ما زالوا مقيمين في السهول فالنظام أيضا استهدف السهول التي يقتنوها هؤلاء المدنيين في منطقة الشياح وأيضا في السهول المجاورة في سياق آخر خديجة نعم دعنا نتمنى في هذا السياق وهو فيما يخص جبهة المنشية اشتعلت للشبكات هناك كانت للشبكات عنيفة لماذا حاول أفراد النظام تسلل إلى حي المنشية بالتحديد؟ ما مدأ أهمية هذه الجبهة؟ بالنسبة لحي المنشية كان النظام يسعى سابقا قبل معركة الموت والمذلة التي أعلنها الثوار الوصول إلى جمهرك درعة القديم النظام يحاول فتح معابر حدودية مع دول مجاورة لفتح معابر اقتصادية ومعابر سيادية المعارضة قد حطمت أحلام النظام بالوصول إلى أي معبر حدودي مع دول مجاورة فأهمية حي المنشية تكمن بقربه من معبر درعة القديم بالإضافة إلى أنه يفصل ما بين درعة المحطة ودرعة البلد المنطقة التي درعة المحطة التي تتمركز فيه قوات النظام ودرعة البلد التي تقع تحت سيطرة المعارضة النظام كان يحاول دائما أن يبقى في هذه النقطة لتبقى الذراعة الطويلة أو المدفعية للمدفعية النظام أن تطال مواقع ومساكن المدنيين في درعة المحطة ولكن الأهمية الأهم لهذا الحي أنه يقع على مسافة قريبة جدا من معبر جمرك درعة القديم وقد اكتشف الثوار أنفاقا داخل هذا الحي المنشية بعد تحريره كان النظام يحفرها وقد عرضنا على قناة الآن تقرير سابق لهذه النظام النظام كان يسعى الوصول إلى جمرك درعة القديم من عبر هذه الأنفاق شكرا جزيلا لك محمد الحوراني مرسل الأخبار الآن في درعة وفي ريفيا كنت معنا عبر خمص صناعية مباشرة من درعة شكرا لك